النهاردة شاة جي بي تي أعلنت عن أحدث ميزة لها وهي إمكانية ربط النموذج بأي أداة أو خدمة خارجية باستخدام بروتوكول MCB واللي بيسمح لشاة جي بي تي أنه هو يوصل بشكل آمن لخدماتك السحابية جيميل أو جوجل درايف أو الكالندر أو جيت هوب النهاردة هنشوف هذه الميزة وإزاي تستخدمها واتفعها من خلال فيديو النهاردة ما تروحش في أي حدى هنرجع لك مرة تانية متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وكل عام وحضراتكم بألف خير علشان تفعل البيزة الجديدة من شاة جي بي تي كل اللي عليك أن انت حتروح للبروفايل بتاعك ومن البروفايل بتبتدي تختار settings ومن الأعدادات بتبتدي تختار connectors ومن connectors بتبتدي تعمل connect بي التطبيق اللي انت عايزه أو اللي عايز شاة جي بي تي يتصل بي أنا هنا عاملة مثلا connection بجت hub بجيميل بجوجل drive تقدر تختار ما بين connectors تانيين زي جوجل calendar وdropbox وhab spot ولينير وغيرهم من المتاح كمان تقدر تعمل create new connector بس أعتقد هذه الميزة موجودة في البرو بلان لكن في الplus plan أنا مش شايفاها طبع عشان قادر أستخدم هذه الميزة أنا مش شايفاها يعني أستخدمها زي من خلال وجهة شاة جي بي تي كل اللي عليك أن انت حتروح يأمل شاة جي بي تي فور او يأمل شاة جي بي تي فور بوينت وان هنا أنا هختار شاة جي بي تي فور او وحبتدي من التولز أبتدي أختار ال run deep research لازم تفعل ال run deep research هتبتدي أن انت تختار التول الweb search أنا بسيبها دايما متفعلة وانا هنا مثلا هختار الجيميل وممكن كمان أختار github هفعل الجيميل لو أنا عايزة أعمل access على الجيميل بتاعي أعمل summarization مثلا تلخيص لآخر ايميلات ظهرت او ان هو يبصيلي على الايميلات اللي كانت النهاردة ويديني الايميلات المهمة اللي هي لفتت انتباهه علشان أرد عليها وهكذا تقدر زي ما قلتلك تعمل connect box في drop box في جوجل calendar في connect more وconnect more هيديك بقية ال connectors الموجودة عندك خلاص أنا قلت له استخدم الجيميل والweb search وطبعا زي ما قلتلك لازم تختار او تعمل run لل deep research وهنا مثلا سيحة تقول له قم بإعطائي أهم الايميلات التي لفتت انتباهك في صندوق الوارد مع تلخيص أهم ما جاء بها فهبتدي بعد كده أدوس enter هل بيقولي هل ترغب أن أستعرض الايميلات مع مرسلين أو مواضيع معينة هقول له مثلا وهل هناك فترة زمنية محددة هقول له ايميلات اليوم اللي هي بتاعت النهاردة ولا يوجد مواضيع محددة مثلا هبتدي أدوس enter وحيبتدي يعمل deep research سأقوم الآن بمراجعة طبعا رسائل الوارد ويديني الحاجة اللي أنا عايزاها طبعا أنا حوقف الكلام ده لأن أنا مش عايزا يعني إيه أستعرض أي حددي أرجع مرة تانية البعض هيقول لي هو الكلام ده بس أنا حيشتغل مع 4.0 فقط و4.1 فقط لا ممكن نشتغل مع حاجات تانية زي O3 مثلا يعني أنا لقيت إن O3 ممكن لو أنا عملت deep run حقدر أعمل connect لو أنا O4 mini أيضا ممكن يعني أي نموذج يعني أنا بس بديك مثال لO4 الشائع يعني في الاستخدام في 4.1 زي ما قلت لك أي نموذج تاني بس أهم حاجة إن أنت تفعل ال run deep research عشان يظهر معاك هنا إمكانية استخدام أي من الابليكيشن أو أي من الأدوات من الأدوات ده بالنسبة لميزة النهاردة أتمنى تكونوا استفدتوا منها فيديو صغير وسريع ولكن أعتقد أنه هو ممكن يفيد البعض أشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفري وزي بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكمنت لو كنتم من متابعين الأعزاء ولو كنتم تشوفنا لأول مرة ما تنساش تعمل سابسكراعي بالقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته